ضبابية المشهد في سوريا تعقد جهود الحل في البلاد وبالرغم من سقوط حماه تبدو أن معركة محسوبة الجبهات مع امتناع تنظيمات مثلاً عن استهداف قاعدة حميمين بالمسيرات حين تسنى لها ذلك هذا فضلاً عن اتهامها برعاية المصالح التركية فبعد التطورات الأخيرة نسأل هل المعركة مرسومة مسبقاً وبأقلام خارجية ومن يضمن عدم تفلت الوضع في ظل انتشار تنظيمات الايديولوجية المتطرفة دعوني أرحب بضيفي بداية معي من موسكو الكاتب والباحث السياسي محمود الأفندي ومعي من اسطنبول أستاذ علاقات دولية دكتور سامير صالحة أهلاً بكم أضيفي كاريمين أبدأ بداية معك دكتور سامير في قراءة لهذا الموقف متابعة التركية بانتظار ربما خيارات حاسمة خلال الساعات الماضية في ضوء اجتماع حالي يجريه مجلس الأمن القومي التركي بوجود الرئيس التركي الخيارات المتاحة وهل قلبت أو تمكنت تركيا من قلب الوضع الميداني لصالحها داخل سوريا في مواجهة روسيا وإيران نعم دعيني أحيي الجميع أولاً المسألة برأيي صحيح أنه مرتبطة بالتطورات للمشهد العسكري الميداني لكن مرتبطة بالتطورات للمشهد السياسية أيضاً ليس فقط على مستوى الداخل السوري بل على مستوى الإقليم ككل يعني هذه العملية العسكرية لا يمكن فصلها عن طريقة التعامل مع الملف السوري بشقه السياسي في قناعة إقليمية جديدة أنه الملف السوري تعقد أكثر فأكثر أنه المنصات التي تم تشكيلها وصلت إلى طريق مسدود ولابد من إيجاد أليا أو صيغة بديلة هذه القناعة ما زالت قائمة حتى الآن الآن كيف سيتم ترتيب شكل الطاولة الإقليمية الجديدة هذه هي المسألة التي سنتبعها في الساعات القادمة في نقطة أيضاً برأيي تحتاج إلى نقاش أنه تطورات المشهد من ناحية العسكرية منذ البداية كانت تعول أكثر فأكثر على إبعاد قوات النظام عن إدلب بعد ذلك رأينا أن المسألة اختلفت وتغيرت تماماً ليس فقط أن هذه الفصائل السورية المعارضة هي التي نجحت في تسجيل هذا الاختراق الجغرافي بل أيضاً الطرف الآخر الذي وقف إلى جانب النظام سواء كان النظام أو داعمه يعني في عنده مشكلة كبيرة في تحمل معها الكثير من علامات الاستفهام يعني أين هذه المقاومة التي كانت يتحدث عنها باستمرار النظام طهران وموسكو من الجو في عملية استغراب هنا لذلك السيناريوهات بعيداً عن الأضواء التي ينبغي مناقشتها أيضاً هل من وراء الستار تفاهمات تمت بين أطراف بإتجاه تحريك ربما ورقة العسكرية بهذا الشكل لتفتح الطريق مجدداً بشكل سريع أمام حل ملف الأزمة السورية الذي بدأ يؤثر على مصالح الكثير من اللاعبين في الإقليم نعم إذن أستاذ محمود الأفندي برأيك هل هناك تفاهمات بما يشمل روسيا ويأخذ المصالح الروسية في سوريا بعين الاعتبار برأيك أول شيء سألقائك سيداتي كريمة أقوم الأخوة المشاهدين والضفل الكريم من إسطنبول روسيا تحاول أن تبني تفاهمات وتبني الآن تستوعب الموقف وتبني تفاهمات جديدة على أساس الوضع الجيوسياسي الجديد الذي أصبح في سوريا يعني طبعاً روسيا كانت مرتبكة جداً وخصوصاً وهو اتفق مع الأستاذ سمير أنه ليس كان هناك أينية لاختلاق مدينة حلب كان هناك فقط عملية فقط لدعي دوان أو الوصول إلى باطل خفض التصعيد ولكن انسحاب المفاجئ بالنسبة لروسيا والمنظم بالنسبة للجيش السوري هنا أربكة روسيا كثيراً لأنها سلمت مدينة كبيرة في شمال سوريا حلب ليست مدينة وأنها بلد بشكل كامل تسلم إلى فصائل وخصوصاً فصائل هي التحرير الشام المسجلة على قوائم مجلس الأمن ليس على قوائم الدول ولكن قوائم الأمن على أنها أرهابية أربكة الروس بشكل كبير جداً لذلك روسيا تحاول أن تستوعب الأمور وتعيد حساباتها بالتكلم مع دول خفض التصعيد أو الدولة فصائل تركية يعني نعلم جيداً أن تركيا خلينا نكون واقعيين هي تحرك هذه الفصائل إن كان هيئة تحرير الشام فصائل معرضة ولكن المربك لروسيا أن القوى ليست كثيرة جداً بالنسبة لهئة تحرير الشام يعني خلينا نكون واقعيين المقاتل الآن لا يتجوزون العشر إلى خمسة عشر ألف مقاتل الجيش السوري في حالة انهيار وروح معنوية غير جيدة وبالإضافة أن روسيا لا تستطيع أن تدخل لأن فعلياً روسيا تدخل عندما يفكر من بالروح معنوية ضعيفة والعدد القليل لأنه ما تتبعنا فقط لا أدري أن كنت سمعت بشكل جيد لأنه حسب ما تتبعنا ورصدنا من حماء أنه العداد كبيرة كانت لفصائل المسلحة أمام تحدي العديد وأعداد العناصر داخل الجيش السوري أقل ما تتبعنا حالياً من حالة الانهيار في حماء على غرار ما حدث في حلب من قبل وإدلب سيدتي هي التحرير الشام هي فقط تشارف المعارضة دعونا نكون واقعياً هذه التحرير الشام لا تملك أكثر من 45 ألف من قواتها يعني 45 ألف إلى 50 ألف يعني ليست ألقام كبيرة من يشارك عن فيها أي نصف القوات يعني لا يستطيع الجولاني أن يترك قواته خلفية أو ظهره الخلفي خالي وفصائل المعارضة لم تشارك بهذه هي شاركت البارحة بعملية أطلقت عملية فجر حرية وبعدها أغلقت هذه العملية وليس هناك أي صور ودليل عن أن فصائل المعارضة تشارك أو فصائل أستراني نسميهم أو درع الفرات تشارك في هذه العملية هناك ليس رقم كبير يعني على الكاميرات تصور ولكن أنا أعلم جداً أن ليس هناك رقم روسية تعلم أيضاً هناك انهياب الروح المعنوية لدى الجيش السوري المشكلة أنا في رأي أن هناك ارتباك عام بدمشك وهناك خيال معينة أدت إلى الوصول إلى هذه الدرجة لذلك روسيا الآن تحاول تستوعب الأمور وتتدخل حسب أول شيء سياسياً وبعدها عسكرياً يجب أن توقف المعارض بعد ذلك روسيا تستطيع أن تعطي دعم عسكري أو الدعم السياسي يكون الآن يعني نعلم أن هناك زيارة متوقعة واجتماع غضم في الدوحة الوزير لفروف نائب وزير قارجية الآن انطلق إلى الدوحة هناك مباحثات في الدوحة راح تكون لاستيعاب الوضع الجيوسياسي هذا أمر مهم جداً لذلك ليس هناك هدف معين لروسيا الآن يجب أن تستوعب الأمور لأن ما حصل كان صدمة كبيرة لها أنا لا أقول لسوريا أقول لروسيا لكن كان النافت ما حصل الآن روسيا هو الامتناع هذه فصائل عن استهداف أي من المصالح الروسية في سوريا أو حتى قواعدها أو وجودها هل هي رسالة ما هل هي ترتيبات ما يمكن أن تتعايش وتتقبلها روسيا برأيك خاصة وأنه تابعنا كيف أنه هيئة التحرير نفسها تعلن استعدادها لفك نفسها تعلن أو مؤشرات عن أن تسوق لنفسها كمعتدلة بما فيه الجولاني اليوم اللي وقع واستخدم اسم جديد أحمد الشر على سبيل المثال ظهوره في القلعة بثياب مدنية وما إلى ذلك من خطوات ومآلات لتغيير الصورة الذهنية صح هذا الكلام مواقعي لأنه أنا عالم الجولاني رجل براغماتي وهو يريد هناك مثال حصل الآن في أفغانستان عندما سحب الأمريكان وبدأت يعني الطالبات بدأت فعليا بتشكيل ما يسمى حلة نفسها وأصبحت دولة وهنا روسيا عند فعلا استقبلتها وكان في لقاء في موسكو ولقاء في الدوحة وعدت لقاءات أجرتها في موسكو مع الطالبات وتريد الآن إزالتها عقائمة الإرهاب الجولاني يحلم أن يصبح مثل الطالبان على سبيل المثال لذلك لا يريد معادات دولة مثل روسيا لأنه يعلم أن الرد سيكون قاسي جدا يريد نوعا ما أن يعطي رسائل إلى روسيا أنه ليس ضد الأهداف الروسية ليس ضد وجود النفوذ الروسية هذا عن جلاني ببعض روسيا أستاذ محبود لروسيا في مشكلة صعبة جدا وجود قائمة الإرهاب الجولاني ووجود جبهة النصر أو تعيش الشام هو وجود دولي هو ليس على قائمة روسيا فقط وعلى أساس الأمن روسيا سترى الآن ما ستتفعل كيف تتصرف يعني هنا في أمر واقع فرض على سوريا فرض على حلب فرض على حمال الآن يجب أن ترى روسيا ما يحصل روسيا ليست ضد الشعب السوري وليست ضد وليست مع بشار الأسد هي مع الشعب السوري هي مع الشعب السوري ومع إعادة السيادة أو الدستورية للشعب السوري ولكن إذا حل ستجولاني وأتى بأقومة مدنية يمكن أن يكون هناك تفاوض يعني لا أعتقد أن روسيا ستعيق هذا التفاوض يعني لا أعتقد لأن هذا أشاء سوري سوري المشكلة تكمل الآن بروسيا يجب أن ترى ما يحصل وما الرسائل التي ترسلها هيئة تحرير الشام إلى روسيا وأنا في اعتقادي أن تركيا ستتدخل أيضا بالتكلم عن هيئة تحرير الشام يعني هناك في صفقة روسية تركية البارحة لإخراج مقاتلين أو ضباط في غديمة الأسد العسكرية يعني قامت فيها روسيا وتركيا يعني هناك أنا في رأيي أن الجانب التركي بدأ فعليا يتكلم ويحاور على هيئة تحرير الشام لأن تحرير الشام ليس لديها معارضين سياسيين كل المعارضة الموجودة خلال سوريا لا تمثل بأي شكل ولا اعترف فيهم جولاني بالأصل لا الاتلاف ولا هيئة التفاوض ليس لدى الجولاني أي أعضاء في المعارضة السورية لأننا نعلم أن أرهب يفاق كل المعارضة السورية تستطيعا لديهم لديها هيئة الشام حكومة خاصة بها يعني حتى بعيدا عن حكومة المعارضة حكومة الإنقاذ حكومة الإنقاذ فقط دكتور سامير في هذا السياق هل تسعى لأن الفصيل الأكبر المسيطر المهيم اللي يرسم كل هذا هو هيئة تحرير الشام بقيادة الجولاني إذا كانت روسيا أو تركيا تسعى لأن تكون هي اللاعب الرئيس لتوظيف واستثمار هذا التقدم لصالحها في الملف السوري هل تسعى أيضا تركيا إلى تعويم الجولاني وهيئة تحرير الشام لأنه حتى ما يعتمد عليه من خلال الشكل الرسائل وطبيعة الرسائل بعض المحللين والمتابعين يرون بأنها لا يمكن أن تكون إلا بالتدريب المستفيد وطويل من قبل أجهزة مخابرات وأجهزة الدول يعني أبدأ من النقطة الأخيرة التي أشرت إليها مسألة تعويم الجولاني من قبل الجانب التركي أو من قبل أي عاصمة أخرى على الجولاني أولا أن يذهب بإتجاه تعويم نفسه يعني الخروج بأسرع ما يكون من عباءات التطرف الإرهاب التوصيفات اللوائح التي مدرش عليها من قبل الكثير من العواصل هل يمكن الخروج من هذه العباءة بسهولة برأيك دكتور؟ التنسيق مع بقية الفصائل المعارضة في هذه العملية العسكرية كان مفاجأة للكثيرين لماذا؟ لأنه قبل انطلاق العملية كانت الاصطفافات واضحة بين هذه الفصائل لم يكن هناك تنسيق يا إستاذ سمير يا إستاذ سمير لم يكن هناك تنسيق الفصائل المعارضة الآن لا تعمل في سوريا موجودة في أماكنها هذه الفصائل التي سواء كانت داخل الجيش الوطني والتي حركت أيضا عملية فجر الحرية بعد ساعات على انطلاق العملية العسكرية الأولى تؤكد أن هذا التنسيق بين الفصائل موجود وبأكثر من اتجاه أنا لا أتحدث عن تنسيق سياسي أتحدث عن تنسيق عسكري ميداني على الأرض هذه نقطة أولى نقطة ثانية الآن إذا ما ذهب الجلاني باتجاه تغيير عباءته لن يكفي لن يكفي إطلاقها أنا قبل قليل حدثتك عن تفاهمات إقليمية باتجاه تفعيل الحلحلة في الشق السياسي في المسار السوري رأيي أنه كان منذ انطلاق العملية العسكرية قبل عشر أيام وحتى الآن أنه دون تفاهمات تركيا روسية تحديدا لم تكن يعني الأمور تفاهمات تركيا روسية على حساب إيران برأيك وبالتالي بالنسبة للجانب التركي هل تم الاستعادة عن النفوذ الإيراني ولكن هل تسعى تركيا إلى الاستعادة بهذا النفوذ بفصائل إسلامية متطرفة هل تضمن هذه الفصائل والالتزام بهذه الأجندات ورعاية كافة المصالح لأنه دائما تجارب التاريخية مع الفصائل الإسلامية المتطرفة أنها تتعاون مع استخبارات مع دول ما إلى ذلك فما تنفك أن تنفصل عنها وتخدم ضمن أجندتها الخاصة لو تعطيني بعض الوقت أنت أشارتي قبل قليل إلى أكثر من مادة وكلها برأيي مهمة في غاية الأهمية طرحتيها وأنا سجلت الكثير من الملاحظات حولها لأنها كلها بشق استراتيجي الآن يعني لو تعطيني فرصة حتى لا أشكت أفكاري لو سمحت تفضل وبعد ذلك سأعود لأساني نقطة ثانية مهمة الآن نقطة ثانية مهمة أن هذه التفاهمات التركية الروسية لن تكفي بإتجاه الحلحلة السياسية في التعامل مع الملف يعني في قناعة إقليمية في ضوء أخضر إقليمي بإتجاه التغيير وتسريع عملية الحلحلة في سوريا لكن التوافقات الآن بالدرجة الأساسية هي تركيا روسيا وربما تركيا مع بعض العواصم الإقليمية الشق الأميركي قد يكون موجود الشق العربي قد يكون موجود لذلك أعود إلى نقطة ثالثة مهمة السيناريو الأقرب أن يكون هناك ترتيب لمنصة إقليمية جديدة غير الأستانة سوتشي الطاولة الربعية وغيرها وتعتمد وتبني ليس فقط على فتح الطريق أمام هيئة تحرير الشام بل على فتح الطريق أمام القرارات الأممية يعني المرحلة الانتقالية في سوريا القرار 22-54 وهذه الخطوة التي سترضي أكثر من طرف إقليمي ودولي هذا هو السيناريو برأيي الذي سنناقشه أنا وأنت في الساعات القادمة لا أعرف إذا كان ضيفك يتفق معي في هذا السيناريو أم لا الآن في نقطة أيضا مهمة باختصار سأقولني أشارتي إليها أي تصعيد عسكري خارجي بعد الآن يعني على ضوء المشهد الحاصل على الأرض أي تدخل إيراني تحديدا من خلال إرسال ميليشيات هذا يعني أنه فيه رغبة إيرانية واضحة بإضرام النار في المشهد السوري الميداني العسكري ككل لماذا؟ لأن حساباتها سياسية ستنهر وهذه نقطة الخطورة الآن أظن اللاعب الروسي روما قد يبذل هنا بعض الجهد باتجاه طهران اللي يقول لها أنه المشهد يتغير والسيناريوهات التي إيران كانت تبنيها تراجعات حتى لا أقول أنها انهارت أستاذ محمود تعقيبك على هذه المسألة هل الأمور باتت تتجاوز أستانا؟ وبالتالي ما الفائدة حتى من الاجتماع المتوقع في الدوحة لدول أستانا الرعية لمناطق خفض التصعيد هل يمكن أن تدفع روسيا بهذه الحسابات؟ لأن دكتور سمير يقول أن حتى التفاهمات الروسية التركية لن تكون كافية في المسألة والملف السوري فيما يتعلق بالدور التركي أو عفوا الإيراني هل يمكن أن تكون إيران قد باتت خرج المعادلة وأن تتخلى أو حتى أنه من مصلحة روسيا تتخلى عن هذا النفوذ؟ أول شيء بدأني أعقب على سؤالك فيدي أعقب على كلام من الدكتور سمير في أمرين مهمين فصائل المعارضة شاركت في يوم واحد فقط من يومين وأطلقت عملية فجر الحرية ودخلت إنتر رفعت وعادة الكوريس وعادت إلى صفوفها ووقفت عملية فجر الحرية غير موجودة انظر الفيديوهات سيد الكريم الفيديوهات تري أن ليس هناك عملية فجر الحرية فقط ردع بعدوان هذا يعني هو هيئة تحرير الشام وبالإضافة أن يمكن أن يكون القرار الأممي 2254 يطبق على أساس تقدم هيئة تحرير الشام أو تعوينها يجب أن يذكر الدكتور سمير قبل ما يخرج 2254 هناك قرار 2253 يضي الإرهاب بسوريا ويلزم على محاربته هذا يعني قانونيا ودوليا لا تطبق هذه الصورة لذلك أعود إلى سؤالي سيد الكريم يجب أن يكون هناك اجتماع لأستنى يجب أن يكون هذه الصيغة مستمرة وتكون تعمل فعليا لإعادة ما يسمى رسم الخريطة العسكرية من جديد لأنه فيه أمر معضلي العالم كله أمام معضلي لا يستطيع الاعتراف بهيئة تحرير الشام حتى لو على سبيل المثال حل النفس ولكن هناك مقاتلين أجانب هذا أمر مهم جدا هناك لأنه ليست كثير ولكن موجودين كيف سيحل أمورهم وما هو الوضع وهناك أيضا شخصيات مطلوبة للعدالة الدولية ضمن هيئة تحرير الشام هناك كل عقبات يمكن أن توقف العملية أو ليس لها أي علاقة العملية السياسية أنا في رأيي 2-5-4 أصبح لا يعمل الآن ولا حتى اتفاقية أستنالة عمل ولكن يمكن العودة إلى صيغة جديدة وأنا أوافق مع الدكتور السعبير صيغة جديدة لإيجادها لإيقاف الآن وقف إطلاق النار لمدة لإيجاد الصيغة السياسية أو صيغة صفقات معينة لإنتاج ما يسمى لإنتاج حال جديد أو بخريطة جيوسياسية جديدة